ميسميس على كل اشياء دحيح الافلاب. فيلمنا بيحكي عن ولد ات ولد في كوكب في الفضاء مخصوص علشان يبقى سلحل عيلته ويقدر يحميهم من الرئيس اللي مكفر سيئاتهم ومعيشهم معيشة سودا. هيكون ايه ما يصير الولد ده ده اللي هنعرفه في احداث الفيلم. بيبدأ فيلمنا النهاردة في كوكب موجود في الفضاء بعيد عن كوكب الارض. وبنشوف في راجل اسمه يان وفي معمل هو امراته كان بيصنع طفل. ودي حاجة استغفر الله العزيم يعني علشان محدش يقدر يصنع بني ادم بس هو المخرج عايز كده. وهو المهام بياخد الطفل ويوريه لامراته بتفرح او بيه. ويطاله ده كانه طفل طبيعي بالزبط. المهم ان في وسط ما هم عملين يلحدوا كده لهوا مركبة فضائية داخل عليهم. وبنعرف ان المركبة دي فيها الرئيس اسكور. وجايل لهم مخصوصة لشان ياخد الطفل اللي عملوه ده لشان هو خطر عليه يعني وكده. فبمجرد ما ينوي مراته لمحوه بيقرب من المعمل بتاعهم. حطوا طفل الصغير في ساروخ ونفوه على كوكب الارض. علشان يبقى في امان ويسكور ما يعرفش يوصل. وفضلت ميراتي انت واده وتقوله ان هي هتستنى لما يكبر ويجي انقذهم من اللي هم فيه. في الوقت ده كان دخل اسكور عليهم المعمل وفضل يهددهم انهم لو ما طلعوش الولد هيفجر بيهم المعمل كله. لحد ما لقى ينبي يقوله انا وديته لمكان لو راجل وريني هتعرف تيوصله ازاي. ام اتفجأة جاتا بنت سكور دخلت عليهم المعمل وبنرف ان هي عندها قدرة خرقة وهي انها بتقدر تقرأ افكار البني ادمية. فاستغلت قوتها دي واريتها افكار دماغيان وارفت ان هي بعتت الطفل على كوكب الارض. فقالت لابوها ديني بقى فرصتي وسيق فيها مرة وانا اروح مشوار كده لكوكب الارض ساعتين زمن وهتلاقيني راجعي لك بالودة. فوافي يسكروا ان لا لو طلعت بنت ابوكي ورجاتي لي بيه هتبقي ملكة العرش واستغنى ليك عن الكرسي ده. فما بتجدبش خبر وبتركب صاروخي كمان وبتجري بيه على كوكب الارض علشان تلحى الطفل. بيروح بقى لكوكب الارض وبنشوف راجل وامراته ماشيين في طريق بامان الله. فجأة لو حاجة بتتحدث على الارض قدامهم فبينزلوا من العربية يشوفوا في ايه? بيفتكرون نايزك في الاول واول ما بيرربوا منه شوية بيسمعوا منه صوت طفل الصغير. فبيروحوا لشان يشوفوا في ايه? واول ما الباب بيتفتح بيشوفوا اغرب حاجة في الدنيا ممكن يشوفوها. وهي انهم بلاو عيل صغير فعلا بس بشنب فالراجل بيفكروا ان هو قزم الصغير وبيقول يلا نمشي مش نقصين عبط. بس مراته بيقوله ان يمشي ايه ده انا بقالي ستين سنة بصلي وبدع علشان ربنا يرزو اني بحتي تعيل. ولما يبعته لي اسيبه وامشي وبتقرر انها تاخده معها البيت ويترعيه ويبقى ابنها. واول ما بتشيله علشان تعرفه على ابوه بيحصل حاجة اغرب. او الملعيل ده بيلمس سباع ابوه فجأة سباعه بيتكسر. وكأن الودع عنده قوة خرقة هو كمان واضح انه هيتعبهم معاه. المهم ان هم بياخدوه معاهم وبيسموه خوانتو. او الحاجة بيعملها ابوه انه بيجيب مكنة حلاءة وبيحلق له شنبه. وبمجرد ما بيلفه علشان يحط المكنة على الترابيزة بيرجع اليه الشنة تلق في وش الولد تاني. فبيتصدم العبط اللي هو شايفه. وبيعدي يوم في يوم وسنة في سنة وبيكبر الولد وسطهم. والقدرة الخرقة اللي عنده كانت بيتزيد معاه كل ما بيكبر. وقويته دي كانت سبب في تطفيش الزباين اللي كانوا بيجوا يصلحوا عربياتهم في ورش تابو. لانهم كانوا بيشوفوا تصرفاته الغريبة فبيخافوا منه وبيسيبوا المكان ويجروا. ولما كبر شوية كمان ودخل المدرسة. قويته دي كانت السبب في ان كل زميله يبعدوا عنه علشان خايفين منه طبعا لانه كان بلمسة واحدة منه ممكن يكسر اللي قدامه فلا يلكن ليه حق يتخاف على نفسها. لحد ما بو في مرة حذروا من انه يستخدم قوته قدام حد. وقال له الناس هتبطل تخاف منك يوم ما تبقى طبيعي زيهم. وبيكبر خوانيته لحد ما بيبع عنده حوالي تلاتين سنة. وبيتوظف في شركة وفي يوم بيصحى على مكالمة من مديره. وبيقول له انا عدت على مكتبك من شوية ما ليتكش. انت لسه ما جيتش الشغل ولا ايه. راح خوان قال له لا انا موجود عندك وهو كدب ما كانش يتحرك من على سريره اساسا. راح المدير قال له طيب انا جاي لك لحد مكتبك نشوف الحوار ده. ام خوان في اقل من ديها بقوته الخرقة طبعا لبس وجهز وجري على مكتبه. واول ما وصل المدير مسافة طريس سلم بس لقاعد في مكانه. وعاد يتكلم معاه ويحكيله ان هو موجب ببنتي كانت مقدمة على شغل عندهم. وهو ابل انها تشتغل في الشركة علشان يزبطها. وبعد شوية بتيجي بنت اسمان لويزا على الشركة وبتتفاجئ اول ما بيشوف خوان. وبنعرف يعني انهم كانوا مع بعض في الجمعة. فبيبضلوا يرغج شوية وبعدها بيدخلها على مكتب المدير. وبعرف ان لويزا هي دي اللي كان بيحكيله عليها وعايز يرتبط بيها. بعدها بنشوف المدير جون وهو عمل حفلة استيبال لويزا الموظفة الجديدة. والحفلة دي ما فيها شهر لنفرين تلاتة وكان خوان من دمنهم. وكان متفي مع اخوان ان هو يستنى بس شوية كده بالحب. وياخد النفرين التانين اللي الموجودين. علشان يعرف يقض مع لويزا لوحده. ويتعرفه على بعض اكتر. بس فوص الحفلة دي لويزا بتخيب امل جون. ومن كتر ما كانت مستت الى دمه بتسيب الحفلة وتمشي. فبيجري واتا اخوان وراها علشان يلحقها ويمشي معها. وبيلاها في المترو فبيركبوا الساوى وبيازمها على العشاء. وبيروحوا على المطعم علشان يتعشوا. وبيضلوا يتكلموا عن ذكرياتهم في الجامعة زمان لحد ما بيدخل المطعم شلت شباب وبيبقى صوتهم عالي كأن مفيش غيرهم في المكان. فبتجري لويزا شكلهم وبتقول لهم لو ما احترمتوش نفسكو وطيتو صوتكو هقوم اعلمكم الادب. فليال طبعا ما بيردوش عليها علشان مهما كانت لويزا فهي ست برضو. وبيتشطروا على اخوان لحد ما واحد من العلد بيزقه ويوقعه على الارض. واتا بيتعصب اخوانه بيباهين عليه ام يوريهم قدراته في الضرب. بس بيمسك نفسه علشان لويزا ما تخافش منه. وبعدها بيطلع على المترو علشان يروح وبيبضل يفتكر في كلام امه وابوه في انه لازم علشان يعيش وسط الناس يبقى بني ادم عادي. بس فجأة وهو قاعد في محطة المترو بيسمع صوت صويت واجهزة الانزار كلها بتشتغل. وبنرى في ان فرامل المترو فكت والسواء ما بقاش عارف يسيطر على الوضع. والمترو قرب انه يخبط في الحيطة والناس اللي فيه تموت. فبيقرر خوان في اللحزة دي انه يستغل قوته اللي عنده. وبيقوم بسرعة البر يتصرف ويوقف المترو قبل ما الحد ستحصل. وبينجح في ده وقتها الناس كلها بتبصلوا باستغراب وما حدش بيبقى فاهم حاجة. فبياخد خوان بعضه بيخرج من المترو قبل ما حد يركز مع شكله ويعرفه. بعدها بنروح لاجهاتها بنت الرئيسي سكور اللي تلت وراه خوان زمانها لشان تجيبه وترجع به لابوها وفشلت في المهمة دي. بنشوفها وهي وقفة في شركتها وبتعلم فيها عن انها صنعت روبوت جديد. هيساعد الناس في حياتهم ويسهل عليهم الدنيا في تنظيف البيت ويومهم عامة. وفي وسط المؤتمر وهي وقفة بتعلم عن الروبوت ده فاجأ واحد من رجالتها بيجي ويقول له انه ما خيرا له اخوان اللي بقالها اكتر من عشرين سنة بتدور عليه. فبيسيب المؤتمر وبتخرج وابترف منهم قصة محطة المترو اللي حصلت في ازبانيا. وان في بطل خارق ادر انه ينقذ الناس ناكل بطل ده هو خوان. فما بتصدق طبعا لان هي ضيعت امرها كله علشان توصلوا واخيرا لايتهم. وبتمر رجالتها انهم يروحوا لازبانيا يدوروا على مكانه بالزبط. وتاني يوم بيصحى اخوان يروح على شغله واناك بيلاقي الدنيا مقلوبة بسبب انتشار خبر البطل الخارق. وما حدش طبعا يعرف ان البطل ده هو خوان. فبيروح يتكلم مع لويزا بلايه ما لا تقول له بطل خارق ايه? النازي عبت. وبتعرفوا ان هي متأكدة ان كل الاخبار دي هيبقى وراها حملة اعلانية. علشان بس شركة معينة وشوية والحوردة كلها هيطلع فيستيك. فوسط مهمة بيتكلموا بيجي المدير وبيقولوا ان يا جاتا واستازية التكنولوجيا العالمية وصلت لازبانيا. وطبعا احنا عارفين هي جاية ليه? بعدها بيروح وانا يجري على التلفزيون علشان يشوف خبر ويسول اجاتا ده. وبلاها بتقول ان هي جاية مخصوصة علشان تدور على البطل الخارق وتشكره. وبيرف ان هي كده جاية مخصوصة علشان وهو بنشوف بعد كده اجاتا وهي بتكلم ابوها وبتقول له ان هي وصلت ليه خوار. راح اللان تعبيطة يا بيت جاية تفرحيني بالخبر ده بعد تلاتين سنة يا خايبة. فاجاتا بتفضل تتكلم معي وتحاول تثبت له ان هي مش فشلة. بس مفيش فايدة بيفضل ابوها يكسر فيما ادفها ويقول لها اخلصي هاتيه علشان ندمر كوكب الارض ونخلص من الصداع ده كله. وهددها ان لو ما جابتش خوانه ورجعت له بيه في وقت وليل هينزل هو بنفسه لكوكب الارض يدمره وهي فيه. وكأنه لهي اجاتا والدمبة بجامع والبت مش بنته. فبيتروحها لطول تؤمر رجالتها النوم يروحوا ويجيبوا لها خوان من تحت تعطيه الارض ويرجعوا لها بيه في اسرع وقت. في الوقت ده كان خوان رايح يقابل لويزا علشان يتعشوا سواء. وهو في اليوتوبيس في طريق ليها فكأة بتحصل حاجة غريبة. وهي انه بيسمع صوت في النوو بيوصل له رسالة معينة. والصوت ده بيكون جيله من اجاتا لان هي عند قوة خرقة تقدر تكلم بيها اخوان وهي من بعيد. ويسمع صوتها عادي. بس من كتر ما صوتها كان عليو ومزعج في ودنه. وكان عمالي الكلمة لشان توطي صوتها الناس في اليوتوبيس فكرت انه هو مجنون. وطلبوا منه ينزل علشان هو كده بيخوفهم. فبينزل ووقتها جاتا بتقوله ان يروح لها لمعمل تشيت اللي هي شركتها. ويأتبقى مستنيا هناك علشان عايزها في حاجة مهمة. فبيروح على طول على الشركة دي. وهو ما بيدخل بيلاي اجاتا اعدى مستنيا. وبتعرفوا ان هي بقالها تلاتين سنة بيتدور عليه. طبعا في الاول ما بيفهمش حاجة من كلامها. لحد ما بتفهموا ان هما الاتنين مش من الكوكب ده. وانهم من كوكب في الفضاء بعيد عن كوكب الارض اللي هم عليه دلوقتي. وبتقول له بهدوء كده هتيجي معي على اهناك علشان يشوف ورانا ايه. فطبعا خوان بيقول لها انت شكلك عبيطة. اجي معاك فين? انا مش رايح في حتة. واتها جاتا بتيرى افكرها لشان تشوف اللي مخليه متبت في العيشة هنا. فبتشوف ان هو بيفكر في لويزة. وان هي دي السبب اللي مخليه حابب يعيش هنا ومش عايز يروح معاها. فبتهدده بيها وبتقول له لو ما جيتش معايا وروحنا لابوي هزا عالك عليها سدا. ما بيتمش قوان لكلامها وبيسيبها ويمشي علشان يخرج برا الشركة. فبتضطر يا جاتا الناتي جبله رجالتها كلها ويتخليهم يحبسوه. بس بما انه عنده قوة خرقة ادر انه يكسر رجالتها دول كلهم ويسيب المكان ويخرج وهو سليم. بس هو ماشي كالنسي جاكت البدلة بتاعته في الشركة عندها. فخدته اجاتها ويقلبت فيه. وارفت من الكرت اللي موجود في جيبه مكان الشركة اللي بيشتغل فيه هو ولويزا. وطلبت من رجالتها انهم يروحوا يخطفوها ويرجعوا لها بيها علشان تعرف تعددوا بيها ويرضى ينفز لها طلبها. وبعدها بعتت مكنسة صغيرة للمكتب اللي شغالين فيه اخوان ولويزا علشان يبقى تلاقي الحمض النوع بتاع لويزا. وما نعرفش عايزها علشان تعمل بصراحة بس هنعرف كمان شوية. المهم ان اللي بيعفش اللي بيحصل ده هو وجون وبيعرف المكنسة الصغيرة دي موجودة في المكتب ليه. فبيتصل بلويزا وبيقول لها على اللي شافه وان في حد بقى معاه الحمض النووي بتاعها دلوقتي والله اعلى ما يستخدمه فيه. في الوقت ده كان اخوان هرب من اجاته وجير على بيت لويزا علشان يتسف لها انه مرحلاش على العشة ويفاهمها اللي حصل. واقول ما وصل وقيف معاه علشان يشرح لها اللي حصل. طبع لهم المدير وشافهم هم وافين مع بعض فالدهي وارف ان لويزا واخوان في بينهم حاجة وهو طبعا موجب بيها. فبعد ما كان رايح يحكي لها اللي حصل في المكتب ويدي لها المكنسة اللي معاه رجع في كلامه. وفجأة لقى اجاتها قدامه بعربيتها فقريت افكاره علشان تعرف مين ده وعرفت انه هو كمان موجب لويزا وبيحبها. فقالت له تعال معايا وهحقق لك امنيتك. وهو الماباب العربية تفتح لقى لويزا قادة العربية وراء. الحقيقة ان دي مش لويزا. وبنعرف ان روبوت اجاتا صنعته على شكلها بالزبط فابتكر المدير ان دي لويزا الحقيقية. وراح معاهم زي اللهبل. بعدها بنشوف كونه هو واخد شنطته ومسافر بيتاهله علشان يروح يسألهم على الكلام اللي اجاتا قالت هوله ولغبطته به دماغه وهو انه مش ابنهم وانه كمان جاي من مجرة تانية ومش ده المكان اللي هو بيتفاجئ لما بلاي امه وابو بيقولوله ان مش هم اللي مخلفينه. وانهم في يوم كانوا مسافرين لقوه وقع في سكتهم. فقرروا ياخدوه يربوه وسطهم. وبعدها بياخدوه علشان يوريه الصاروخ الفضائي اللي لقوه فيه وهو صغير. واول ما وصلوا للصاروخ ويشلوا الاماشة من عليه. لاخوان النبو الحقيقي ان بعط له رسالة بيحكي له فيها كل اللي حصل. وانهو بعته على كوكب الارض زمنها علشان يحميه من ابو اجاتا. وانهو صنع بس علشان يقدر يقف بي قدام سكوره وشره. وقاتاه وجيه علشان يخطفوا منه ما كانش قدامه حل غير انه يبعثوا على الارض. واول ما اخوان سمع الكلام ده ابتدى يقلق شوية. والابو وامه انه ما كد دلوقتي له حل على الكوكب بتاعهم. وانهو مستحيل يكونوا مستنيين لحد دلوقتي علشان يروح ينقذهم. وبتفي معهم ايه كتموا على اللي شافوه ده وهو هيرجع لحياته الطبيعية تاني. ولا كأن حصل حاجة. وانكم ملاي تماشا في قررت انها تخدها تفصلها وتعمله منها بدلة يلبسها شبه بدلة الابطال الخارقين سوبرمان وكده. اخوان قال لها يا امي هو ده وقتك روح يشوفي لك شغلانا غيري بقى. بس ما فيش فايدة ممشت كلامها وعملت له البدلة علشان يطير بيها. وبدل ما يبقى شبه سوبرمان بقى سوبر ماريو وشكله عبيت اخر حاجة. وبسبب البدلة دي طقت في دماغهم ان اخوان يطلع على السطح. يشوف نفسه بيعرف يطير ولا لا. والمفاجأ انه طلع بيعرف يطير فعلا وقعد يتنقل من بلد لبلد وهو طاير ببدلته اللي لبسها. لحد ما زيق من الطيران ورجع على البيت التاني واو الموصل لقى اللويزا جاية تزوره وبتتطمن عليه وبعدها بيتاخده علشان يتكلمه سواء. وبيتفاجئ وهم عاديين ان اللويزا بتعمل حركات غريبة. علشان دي مش لويزا اصلا دي الريبوت اللي اشغطة عملها. المهم ان بعد شوية تراغي بينها وبينه. قدرت انها تطلع منه بكل المعلومات اللي اجغطة عايزها وحكالها عن كل قدراته الخاصة. اقول مخلص كلامه قامت لويزا مسكته وفضلت تكسر فيه وتضربه. وبعد معركة قدي كده قدر اخوان انه يفصل رأسها عن جسمه ويخلص منها. وقتها اجغطة اتجننته قررت انها تروح له بنفسها علشان تجيبه. بنرجع تاني الاخوان وبنشوفه هو رايح يجري على لويزا علشان يلحق يخبيها قبل ما اجغطة توصلها وتزيها. واول ما وصلها وحكالها حكايته قلت له انت شكلك مستباح فضائي وطيران اياه بل انت ولسه تسيبه تجري راح اللا استني طيبة طيرها لشان تسدقيني ولسه يطير لقى رجالة اجغطة جوم خاطفوها. وبعدها بعدت له رسالة انه لازم ياخد بعضه ويرح لها قبل ما تخلص له على حبيبة القلب. فاخد بعضه وجري على مكتبه في شركة تشيت واول ما وصل على ناكل اهم خبية لويزا وجون عندها. وفضلت اجغطة تعزبه بصوت عالي في ادنه لحد ما كان يطرش فقرروا جون ولويزا انهم يتصرفوا وفضله يحمسوه بكلام تشجيع علشان يفوه وما يستسلمش لاسوات اجغطة. ويقوم علشان ينقذهم ويخرجوا هم الثلاثة من الشركة. في الوقت دا كان يذكر ابو اجغطة وصل على الشركة علشان ياخد اخوان وافطريولي الاوضة اللي ينخبياه فيها كان اخوان ادروا ان يتحرك من مكانه ويهرب هو ولويزا وجون واول ما وصل الاسكر ولها الاوضة فاضية عادي يهزة في اجغطة ويقول لها تعيش ويتموت فشلا. وفضل يسم في بدانها الحد ما اجغطة قررت تخلص منه من تهزيء ليها واتلته بعدها رميته من المبنى كله. وعدت على كرسي العرش بتاعه اعلنت نفسها ان هي الرئيسة مكانه. في الوقت دا كان اخوان وصل هو وجون والويزا على بيت اهله. واستخبوا هناك لشان يريحه شوية من الارف اللي شافوه. بس واضح ان الارف وراهم وراهم مفيش خمس دقاي ولو اجغطة جاية وراهم. والم اخوان شافها اللي انت عايزاني اروح معاكي على كوكبك وانا مش عايز اجي معاكي حل عني بقى الموضوع بسيط. ام اتعجغطها لطلو ماشي ما تجيش معايا انا كده كده هدمر الكوكب دا. وهبدأ بعيلتك بعدها اكمل على الباقي. ومرة واحدة من غير مقدمات حولت الجهاز اللي معاه للروبوت ضخم ادرت انها تشفط به ابو اخوان علشان تيترو. وبعدها ادرت تسيطر على اخوان. في الوقت دا كانوا لويزا وجون مستخبيين في البيت. فقررت لويزا بسرعة انها تخرج تساعد اخوان. واتفعت ان هي وجون يلهو اجغطة عنه. لحد ما ادر اخوان انه يقوم من مكانه ويكسر الروبوت اللي اجغطة موجودة فيه. لحد ما نجح في الاخر انه يفجر وينقذ امه وابوه. وبيخلص في المناء على اعبط مشهد ممكن حد يشوفوا بصراحة. وهو ان اجغطة بترجع على كوكبها تاني وبيكون معاه واحد غريب غير خلوان. واقول ما بتوصل بالراجل دا على الكوكب ايان وامراته بيفتكروا ان دا ابنهم الحقيقي. وبيبضلوا يحتفلوا بي وبان اخيرا ابنهم رجالهم بعد ثلاثين سنة فراء وهو ولا ابنهم ولا حاجة. وبيخلص في المناء على كده.